الآثار الجانبية للشاي أربعة مخاطر من الشرب الكثير للشاي تناول الشاي باعتدال هو قرار صحي لبعض الناس ومع ذلك فإن تناول ثلاث أو أربعة أكواب يوميا قد يكون له آثار سلبية يعتبر الشاي من أشهر مشروبات في العالم محشو برائعة الشاي الأسود والحليب والسكر ويشار إليه أيضا باسم الشاي يستخدم الشاي تقليديا لعلاج الحمى الطفيفة أو نزلات البرد ومع حرول الشتاء يصبح الشاي مشروبا رائعا كل نوع من أنواع الشاي يعزز خيرات الطبيعة وهو مليء بالعديد من الفوائد الصحية ولكن شرب الكثير من الشاي يمكن أن يضر بصحتك الأثار الجانبية للشرب الكثير من أكواب الشاي أولا القلق والإجهاد الكافئين الموجود عضويا في أوراق الشاي يمكن أن يؤدي للإفراط في تناول الكافئين إلى تفاقم مشاعر التوتر والقلق والأرق ثانيا الإمساك يحتوي الشاي على مادة تسمى السيوفيلين يمكن أن تضر بالجهاز الهضمي وتصفي بالإمساك ثالثا الارتجاع الحمضي يحتوي الشاي على مادة الكافئين والتي قد تؤدي إلى اقتفاق أعراض ارتداد الحمض الموجود أو تحفيز حرقة المعدة بالإضافة إلى ذلك قد يزيد الكافئين من إجمال كمية حمض المعدة المنتجة رابعا اضطرابات النوم سيؤثر الكافئين الموجود في الشاي على عادات نوم الجميع كما أن العديد من الحالات العقلية مثل الإرهاق وفقدان الزاكرة واضطراب ونقص الانتباه ترتبط بنوم غير كافي خامسا وأخيرا مضاعفات الحمل يمكن أن يؤدي الشاي إلى الإجهاد أو أن يخفاض وزن الرضي عند الولادة ينصح بعدم تناول الشاي على الإطلاق أثناء الحمل ماذا عنكم؟ كم كوب من الشاي تشربون في اليوم؟